يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الرابعة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك في الحلقة الماضية كان الحديث في رواية التقليد إنها الرواية المهمة والمعروفة جداً في ثقافة العترة الطاهرة البتريون في النجفي وكربلاء يضعفون الرواية بل ينكرون مصدرها بالكامل لا شأن لي بهم ولا أريد أن أناقش هذه المسألة إنني قرأت عليكم الرواية من مصدرها الأصل من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حيث يحدثنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق صلوات وسلام وتحيات على العسكري والصادق بنحو سريع ووجيز إمامنا الصادق في رواية التقليد عقد مقارنة فيما بين أحبار اليهود والذين يقلدونهم ويتبعونهم من عوام اليهود وبين مراجع الشيعة والذين يقلدونهم ويتبعونهم من عوام الشيعة وفصل الكلام في الموضوع وكل هذا مر علينا في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيده لكنني سأذكركم بأهم النقاط التي مرت علينا من أبرز ملامحي المراجع البتريين بحسب ما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة يهلكونه إما بسفك دمه وإما بقتل سمعته وإما بمحاربته في رزقه وإما بتدمير عائلته وإما وإما بحسب ما يستطيعون وهذا الأمر جار على قدم وساق في زماننا وفي الأزمنة الماضية وفي ما يأتي من الزمان لأن النظام الداخلية للمرجعية الطوسية هو هذا يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة وإن كان على حق لكنه يعارضهم فهم يتعصبون عليه فيهلكونه يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له على الذين يكونون معهم وهم في الأعم الأغلب من بحسب التعابير الشعبية العراقية سرسرية وهتلية وساقطين قمامة ومزبلة وقذارة ما بين اللوطيين والقوادين في أجواء الحوزة الحوزة فيها الكثير من القوادين يعملون دهل الحوزة قوادون في دائرة الزنا وقوادون في دائرة اللواط من أصحاب العمائم يقدمون الخدمات لأولاد المراجع وأحفادهم وللأساتذة وللشخصيات الكبيرة في أجواء المرجعيات أنا لا أحدثكم حديثا حديثا من دون أن أكون متأكدا من ذلك وعندي الوثائق على هذا الموضوع عندي الوثائق على هذا الموضوع إنني أتحدث عن كبار القوم ويترفقون بالبر والإحسان وحق الحسين هذا يجري في حوزة السيستاني وحوزة غيره يترفقون بالبر والإحسان على اللوطيين وأمثالهم لأنهم يتعصبون لهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة إمامنا الصادق ماذا يقول فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم هذه الحقيقة موجودة موجودة على أخض الواقع ثم يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه يكون مطيعا لأمر مولاه إذا كان مخلصا لو وإذا كان مخلصا لإمام زمانه فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من قلبه على لسانه وتلك هي علامة الإخلاص وعلامة الارتباط والاتصال بإمام زماننا فآل محمد لا يعدون راوية الحديث فقيها حتى يكون مفهما وحينما سأل سائل إمامنا الصادقة صلوات الله عليه هو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث مثل ما كان سلمان المحمدي محدثا عن إمامه لا يجوز به فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه إذا تجمعت كل هذه الأوصاف الراقية فللعوام أن يقلدوا هناك خيار للعوام أن يقلدوا الفقهاء الذين هم في هذه المنزلة وهذه المرتبة والذين تتجمع فيهم هذه المواصفات وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة قلة من فقهاء الشيعة يمكن أن تتوفر فيهم هذه الأوصاف لا جميعهم وحينما يستمر إمامنا الصادق في بيان حال الشيعة ومراجعهم يتضح لنا من أن الشيعة لا يقلدون هؤلاء يقلدون الفسقة النواصب من مراجع الشيعة الرواية تبين ذلك الإمام ذكر الممدوحين وقال من أنهم قلة ولكنه بعد ذلك تحدث عن المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم الذين تقلدهم الشيعة مثل ما بين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين قال من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة شيء قليل من علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من نظرائهم وتلامذتهم وخواصهم ثم يضيفون إليه يضيفون إلى هذا القليل أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم المستسلمون من شيعتنا الذين يرفعون هذا الشعار حطها برقبة عالم واطلع منها سالم هؤلاء هم المستسلمون من شيعتنا ما هي عاقبتهم فضلوا المراجع ضلوا وأضلوهم حينما تحدث الإمام عن الفقهاء الممدوحين ما قال من أن الشيعة تقلدهم وإنما وضع تشريعا قال للعوام أن يقلدوهم وضع هذا الخيار ثم قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذن الأكثرية الذين عندهم الأموال والذين بيدهم السلطة والذين معهم الناس ما هم هؤلاء إنهم فقهاء السوء ومراجع الضلال الذين ضلوا ويضلون الشيعة معهم وهذا هو الواقع الذي يجري منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجاف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة الرواية واضحة وكلمات إمامنا الصادق واضحة جدا حيث يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى أن يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ما هم بأوليائنا يضحكون على الشيعة فيقولون لهم بأنهم نواب صاحب الزمان وبأنهم يوالون العترة الطاهرة وبأن الدين هذا هو دين العترة الطاهرة وكل ذلك كذب إنها الأكاذيب التي كذبوها والإمام الصادق يقول نحن براء منها نحن براء منها وهؤلاء وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب فأكثرية الشيعة على ضلال لأنهم مع أكثرية المراجع ولذا فإن الإمام يشير إلى أن المهتدين من الشيعة سيكونون أفرادا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام يتحدث عن فرد واحد بينما حينما تحدث عن مراجع السوء تحدث عن الشيعة عموما لأن عامة الشيعة ستقلد مراجع السوء لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده أكثر الشيعة لا أتحدث عن زماننا هذا عن الأزمنة الماضية وعن الأزمنة القادمة أيضا وعن زماننا هذا لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده أكثر الشيعة فإن صاحب الزمان لا يترك الزهرائيين لا يترك المخلصين ماذا يصنع لهم يخلصهم من هؤلاء ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ما قال من أنه يقلده وإنما يعلمه ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب يعلمه يقدم له الأدلة والحقائق يقف به على الصواب ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه متى بعد أن يكون قد اقتنع بالأدلة والحقائق والوثائق ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على المرجع الأعلى ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة ثم يستمر حديث إمامنا العسكري وحديث إمامنا الصادق لكن رواية التقليد الكاملة هي هذه هناك ملحق لهذه الرواية الشريفة يأتي متفرعا إنه حديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا أريد أن أتناوله لضيق الوقت هذه رواية التقليد أعتقد أنها صارت واضحة وواضحة جدا وصار معلوما لماذا حدثتكم عن دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وعن دين الأحبار والحاخامات هذا الأمر لم يكن برغبة مني إنه منطق ثقافة العترة إنه منطق دين العترة الطاهرة وقد وضعت الحقائق بين أيديكم جلية واضحة بيّنة نذهب إلى فاصل سأقف معكم عند هذه النقطة من رواية التقليد من أن مراجع السوء اللعناء هؤلاء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم ملبسون كافرون الملبس بحسب التعبير الشعبي العراقي الكلاوشي كلاوشي ذولة كلاوشية كلاوشية هتلية آيات الله العظمى ذولة كلاوشية الإمام الصادق هو الذي يقول عنهم إنهم ملبسون كافرون كافرون ببيعة الغدير لأن المذهب الطوسي أنشئ على هذه النقطة على هذا الأساس أنشئ المذهب الطوسي وفقا للفكر الشافعي وللفكر المعتزلي الفكر الشافعي والفكر المعتزلي من أول نقطة يبدأ الكفر ببيعة الغدير وهذا هو الذي عليه مراجع النجف وكربل في تفسيرهم للقرآن في عقائدهم واعتمادهم على علم الكلام في استنباطهم للفتاوى والأحكام الشرعية في تدميرهم لحديث أهل البيت بما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر كل منهجهم مبني على هذا الأساس على نقض بيعة الغدير هؤلاء هم البتريون هؤلاء هم البتريون يتعلمون بعض علومنا الصحيحة وماذا يفعلون بهذا النزر اليسير من المعلومات الصحيحة يدمرونها بالأكاذيب ثم يضيفون إليه يضيفون إلى هذا البعض هذا النزر اليسير من المعلومات الصحيحة التي يستخدمونها لتضليل الشيعة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا هذه المعلومات إذا أرادوا أن يضحك على ذقون الشيعة يستعملون يستعملونها ولكنهم في دروسهم في فتواهم في عقائدهم في مجالسهم الخاصة يدمرون هذه المعلومات الصحيحة بأكاذيبهم ويضحكون على الشيعة بهذه المعلومات الصحيحة لكنهم يمررون على الشيعة كل الأكاذيب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ثم يضيفون إليه أضعافه أقل الأضعاف ثلاثة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه وأضعاف الأضعاف تسعة أقل أضعاف الأضعاف ثلاث زاء التسعة إساو اثنى عشر فإذا تعلموا من ثقافة أهل البيت بنسبة عشرة بالمئة يدمرون هذه العشرة بالمئة بأكاذيبهم التي تكون بهذه النسبة بنسبة مئة وعشرين بالمئة هذا كلام إمامنا صادق ما هو كلامي يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها براء منها سأضرب لكم مثالا سأضرب لكم مثالا سأأخذ في هذا المثال الخوئي لماذا لأن مرجعية الخوئي هي أوسع مرجعية في التعريخ الشيعي منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا هي أوسع مرجعية على المستوى الحوزوي كل الحوزات الشيعية في العالم الشيعي في النجف وغير النجف في إيران وغير إيران في كل مكان تدين بدين الخوئي أوسع مرجعية في التعريخ الشيعي منذ زمن الطوسي منذ أن تأسست حوزة النجف على المستوى الحوزوي وعلى المستوى الجماهيري أتحدث عن عوام الشيع أوسع مرجعية هي مرجعية الخوئي السيستاني ما هو إلا خيط في جورة بالخوئي أخذ اجتهاده بالحيلة من الخوئي وحكاية هذا الموضوع معروفة وقد تحدثت عنها بالتفصيل وبالوثائق في برنامج مجزرة سبايكر وفي غيره من البرامج الأخرى يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على قصة اجتهاد السيستاني أنا هنا لا أريد أن أشكك في اجتهاده وإنما حوزوي النجاف يشككون في اجتهاده ليس في العلن في بداية مرجعيته علي الغاروي أصدر فتوى صريحة بعدم جواز تقليد السيستاني بعد ذلك بمدة قتل بطريقة شنيعة جدا في الطريق بين النجف وكربل قتل هو وقتل من معه من الذين كانوا يرافقونه أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسائل التاريخية لكن إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى برنامجي مجزرة سبايكار بالوثائق والحقائق والدقائق السيستاني مثل ما قلت لكم قبل قليل خيط لا قيمة له في جورب الخوع اجتهاده من الخوع سمعته من الخوع منهجه منهج خوعي لم يأتي بشيء جديد كل الذي الذي عنده كوبي من الخوع والذي نصبه مرجعا على الشيعة هو ابن الخوع محمد تقي الخوع هو الذي نصب السيستانية مرجعا على الشيعة ومن هنا من لندن من مؤسسة الخوع أعلنت أعلمية السيستاني وليس من النجة ولا من كربلاء ولا من قم وكل هذا بالوثائق والصور والحقائق والدقائق تجدونه في برنامج مجزرة سبايكار من هنا من لندن وإذا كان كلامي ليس صحيحا فليصدر البيانات لتكذيب لتكذيب هذه المعلومات الذي نصب السيستانية مرجعا على الشيعة محمد تقي الخوع شاب يعرفه النجفيون وكان خادما حقيرا ذليلا للبعثيين الصداميين مثل ما كان أبو بالضبط هو الذي نصب السيستانية مرجعا ومن مؤسسة الخوع في لندن أعلنت أعلمية السيستاني وليس من النجف وليس من كربلاء وليس من قم وإنما من هنا من لندن من مؤسسة الخوع إذن حينما اخترت الخوع اخترته لهذا السبب لأن مرجعيته تمثل المرجعية الأوسع عبر التأريخ الشيعي على المستوى الحوزوي وعلى المستوى الجماهري للذين كانوا ولا زالوا يقلدونه من الشيعة وأضفت إليه السيستاني لأنه المرجع الأعلى في زماننا والذي نصب من بعده إسحاق الفياضة مرجعا أعلى والذي يخطط في ليله ونهاره لترتيب المرجعية من بعده لولده محمد رطا فإذن كل الكلام في دائرة السيستاني من هنا اخترت هذين المثالين من المراجع البتريين الكذابين الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق وسأبين لكم ذلك بالأدلة والحقائق والوثائق وكذبوني وكذبوني لو استطعتم هذا هو كتاب التنقيح التنقيح في شرح العروة الوثقة إنها أبحاث الخوئ الجزء المختص بموضوع الاجتهاد والاحتياط والتقليد في صفحة العشرين بعد المئتين ماذا يقول الخوئ وأما الرواية الثانية أية رواية سأقرأها عليكم هو ذكرها هنا ذكرها في صفحة مئتين وتسعة عشر لكنني سأقرأها عليكم من مصدرها الأصل هذا هو مصدرها رجال الكش الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة الرابعة إنه الحديث السابع رجلاني في زمان إمامنا الهادي من الوسط الشيعي يكتبان رسالة إلى إمامنا الهادي يسألان هذا السؤال عن من يأخذان معالم دينهما بسنده بسند الكش عن أحمد ابن حاتم ابن ماهوي قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث إنه إمامنا الهادي أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا أخو هذا الرجل وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما رسالة واحدة لأنهما أخوان كل واحد منهما كتب رسالة إلى الإمام الهادي سؤال كل واحد منهما عن من آخذ معالم ديني معالم الدين العقيدة أولا تفسير القرآن ثانيا الأحكام والفتاوى ثالثا الأخلاق والسلوك والآداب رابعا هذه هي معالم الدين ثم تأتي الثقافة والمعارف على اختلاف أنحائها عن من آخذ معالم ديني وأخوه أيضا كتب بذلك الإمام أجاب على الرسالتين برسالة واحدة فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمد فاصمد في دينكما الصمود هنا البحث والسعي والوصول إلى الجهة المطلوبة وبعد ذلك يكون الصبر والثبات في أجواء تلك الجهة فهمت ما ذكرتما فاصمد توجه وابحث فاصمد في دينكما على مسن في حبنا وفي النسخة الصحيحة على متين في حبنا بقرينة ما سيأتي فاصمد في دينكما على مسن في حبنا وإن كان المسن أيضا لا يقصد منه أن يكون كبير العمر يمكن أن يقصد هذا على سبيل الكناية من أن عمره طال في خدمة العترة الطاهرة وفي طاعتهم ولكن معنى المسن أيضا هو الذي سار في سنتهم وطريقهم وكان على جديلتهم وشريعتهم فاصمد في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا بهذه القرينة فإن الإمام لا يتحدث عن شخص يكون عمره طويلا فهمت ما ذكرتما فاصمد في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هذه الرواية وهذا المنطق هو منطق القرآن ومنطق العترة ومنطق العقل السليم والذوق والوجدان الواضح فماذا يفعل الخوء الخوء يأتي بهذه المعلومة الصحيحة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة إذا احتاجوا أن يذكروها للشيعة كي يضحكوا عليهم يذكرون هذه الرواية ولكنهم ماذا يصنعون بها يأتون بأكاذيبهم بأكاذيب علم الرجال وأكاذيب علم الحديث وأكاذيب علم أصول الفقه وأكاذيب علم الكلام إلى سائر أنواع الأكاذيب التي جاءونا بها من أكاذيب السقيفة بني ساعد يأتون بكل هذه الأكاذيب كي يدمر أحاديث العترة الطاهرة كي يدمر هذا البعض الصحيح من المعلومات التي تعلموها فماذا يقول الخوعي وأما الرواية الثانية التي هي هذه مثل ما سمعتموها وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا يعني حتى لو كان سندها صحيحا الخوعي ضعف الرواية من جهة السند هو يقول الآن حتى لو كانت الرواية صحيحة السند بحسب نظره وبحسب علم القنادر بحسب علم الرجال يقول فهي غير معمول بها قطعا من أين جاء بهذا القطع هذا القطع يخالف القرآن سنقرأ في القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله عامة المؤمنين يتصفون بهذه الصفة فما بالكم بخواصهم عن الفقهاء والمراجع لأنه سيبين لنا من أن مرجع التخليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة لمحمد وآل محمد وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا للجزم هذا الجزم من أين جاء به من الشيطان مثل ما قلت لكم البتريون صناعة شيطانية بامتياز وهذه مصادقهم وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام هذا هو المنطق البتري الواطح هذا هو الخوئ لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو أن يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه إنني أقرأ من كتاب الخوئ لا أقرأ من كتاب نقل عنه هذا هو كتاب الخوئ وهذه الكلمات مثبتة في هذا الكتاب جاء بمعلومة صحيحة هي هذه التي قرأتها عليكم من رجال الكشي فألقى عليها كل أكاذيبه من علم الرجال وعلم أصول الفقه وعلم الكلام إلى سائر المصادر الشيطانية الأخرى فقال وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كان صحيحة لماذا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام هذا ما قاله الخوئي هذه هي الأكاذيب جاء بمعلومة صحيحة حينما يحتاجها للضحك على ذقون الشيعة يضحكون على الشيعة بها بالضبط مثل ما في رواية التقليد رواية التقليد يرفضونها هذه التي قرأتها عليكم يوم أمس وتحدثت عنها قبل قليل يرفضونها يقولون من أنها ضعيفة السنة ويرفضون تفسير الإمام العسكري الخوئ يرفضه بالكامل بالمطلق يقول من أن التفسير هذا مكذوب على الإمام العسكري لأن التفسير يفضحهم دائما أقول عندنا كتابان مراجع النجف حارب الكتابين كتاب سليم بن قيس يفضح سقيفة بني ساعد وتفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه يفضح سقيفة بني طوسي ولذا فإن مراجع النجف يحاربون هذين الكتابين لا أريد الحديث عن هذين الكتابين الآن يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع فقد تحدثت عن هذا الموضوع مراجع النجف رواية التقليد عندهم ضعيفة وتفسير الإمام العسكري ضعيف جدا بل ينكرونه بالكامل مثل ما يفعل الخوء ويفعل غيره لكنهم حينما يريدون أن يضحك على الشيعة يضحكون على الشيعة بهذا المقطع من الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ويسكتون ولا يكملون الجملة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم بل إن بعضهم يحرف الرواية فيقول فعلى العوام أن يقلدوه يحرف الخيار الذي وضعه الإمام الصادق الإمام الصادق قاله فللعوام أن يقلدوه يحرفونها فعلى العوام أن يقلدوه ويحون للناس من أن مراجع التقليد في النجف بأجمعهم تتوفر هذه الصفات فيهم مع أنهم لا يعتقدون بصحة الرواية ولا يعتقدون بصحة المصدر الذي وردت فيه هذه الرواية على أي حال هذه أكاذيبهم وهذه حيلهم وجدوا حميرا الشيعة حمير حينما يتابعونهم وجدوا حميرا فركبوا على ظهورهم أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أخبر خمسة قلت مستعجب موش دارها قلنا تركب يعني قلاغة أغميشيني أغميشيني كان حالك فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباد كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسوان عربي قال تركب مثل ما تركب نار وضاي ديخ وش لا لا مو علم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة ولا أعتقد أنهم سيثرون على واقعهم حمير يركب هؤلاء الشياطين في النجف على ظهورهم هذا السستاني كلامه هو هو كلام الخوئ أيضاً أيضاً يأتي بالرواية التي قرأتها عليكم من رجال الكشي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وأيضاً ينقضها سنداً ومتناً إنني أقرأ عليكم إنني أقرأ عليكم من كتاب الإجتهاد والتقليد والإحتياط أبحاث دروسي السستاني هذا هو الجزء الخامس عشر من مجموعة مؤلفات السستاني الإجتهاد والتقليد والإحتياط هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير 2020 ميلادي 1441 هجري قمري صفحة 475 يورد الرواية نفسها لا حاجة لقراءتها مرة أخرى فقد قرأتها عليكم من مصدرها الأصل ثم يعلق على ذلك فيقول والرواية مخدوشة من جهة السنة مثل ما فعل الخوئي قلت لكم السستاني ليس عنده من شيء كوبي على الخوئي والرواية مخدوشة من جهة السنة سندها مخدوش ضعيف كما يناقش فيها من جهة الدلالة وهذا هو الذي قاله الخوئي حينما قال فهي غير معمول بها قطعا لماذا؟ للجزم إلى آخر الكلام كما يناقش فيها من جهة الدلالة إذ من المسلم غاية الأمر بدل ما قاله الخوئي للجزم فحوله إلى أمر مسلم المهنة واحد إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم من أين جاء الخوئي بهذا الجزم ومن أين جاء السيستاني بهذا الأمر المسلم منه الشيطان هؤلاء أبناء الشيطان يأتون بالمعلومة الصحيحة وهي الرواية عن إمامنا الهادي ثم يصبون عليها أكاذيبهم إنها الأكاذيب الطوسية البترية فإذا ما تعلموا بمقدار عشرة بالمئة جاءوا بالأكاذيب بمقدار مئة وعشرين بالمئة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء أهل البيت براء من هذا الكلام كلام الخوئي هذا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام هذا من الأكاذيب على محمد وآل محمد الذين هم براء منها وهكذا أكاذيب السيستاني حينما يقول إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم هذه أكاذيب الخوئي وأكاذيب السيستاني رموز البتريين في عصرنا الحاضر هذه الأكاذيب باطلة الرواية صريحة التي قرأتها عليكم تشترط في الفقيه ومرجع التخليد فاصمد فاصمد في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هذا منطق أهل البيت وهذا منطق الخوئي والسيستاني الكلام ليس مقتصرا على الخوئي والسيستاني الذين قبلهم كذلك والذين يعاصرون السيستاني كذلك والذين سيأتون بعد السيستاني كذلك هذا منهج هذا الكلام ليس خاصا بشخص الخوئي وليس خاصا بشخص السيستاني هذا منهج هذا هو المنهج البتري نعرض المنهجين على القرآن الإمام الإمام الهادي يأمرنا أن نبحث عن متين في حبهم عن كبير التقدم في أمرهم الخوئي لا يشترط هذا والسيستاني كذلك سائر البتريين من الحوزة الطوسية اللعينة على هذا المنهج نعود إلى القرآن نعود إلى القرآن ماذا نقرأ في سورة البقرة في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد هذه الآية من الآيات التي عبر فيها عن المعصوم بلفظ الجلالة مثل ما بيّنت لكم في الحلقات الماضية من أن لفظ الجلالة يطلق على الذات الأولى التي لا أولية لأوليتها ولا آخرية لآخريتها ويطلق على الحقيقة المحمدية على الإسم الأعظم على الصادر الأول ويطلق على الإمام المعصوم الذي هو وجه الله بين أظهرنا لكن إطلاق هذا اللفظ في هذه المستويات الثلاثة ليس بمعنى واحد هناك عملية اشتراك لفظي فقط الله يطلق على المعصوم له دلالته وتختلف دلالته عن إطلاق لفظ الله على الحقيقة المحمدية وهكذا على الذات الأولى هناك اشتراك لفظي فقط من الآيات التي أطلق فيها لفظ الجلالة على المعصوم هذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الأنداد هنا بحسب تفسيرهم أبو بكر وعمار ومن كان على شاكلتهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ولفظ الجلالة هنا يطلق على أمير المؤمنين ولكن بحسب أمير المؤمنين ليس تأليها لأمير المؤمنين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عامة المؤمنين شيعة علي يكونون أشد حبا لعلي وآل علي ما أنا الذي أقول هذا الكلام هذا الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 422 إنه الحديث الحادي عشر بسندي الكليني عن جابر إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا جعفر صلوات الله عليه إنه إمامنا الباقر سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال هم والله أولياء فلان وفلان هذا التعبير نحن نعرفه أولياء فلان وفلان أولياء أبي بكر وعمار هم والله الإمام يقسم لتأكيد المعنى لا لأن نصدقه قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما دون أمير المؤمنين ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون علي أندادا المراد أبو بكر وعمر يحبونهم كحب الله فهناك شيعة أبي بكر وعمر وهناك شيعة علي والذين آمنوا أشد حبا لله هؤلاء شيعة علي هذا تفسير العترة لقرآنها قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما فلذلك قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ثم قال أبو جعفر عليه السلام هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم الذين آمنوا أشد حبا لله هؤلاء شيعة علي هذا القرآن وهذا تفسير العترة حتى إذا أردنا أن نغض النظر عن تفسير العترة لقرآنها في الخطوط العامة للثقافة الشيعية من أحبكم من أحب العترة من أحب محمدا وآل محمد فقد أحب الله ما هو دليلنا على حبنا لله ما هو دليلنا نحن لا نمتلك طريقا مباشرا إلى الله دليلنا على حبنا لله أننا نحب محمدا وآل محمد هذا هو دليلنا فإذا كان يفترض في المؤمنين في عامة المؤمنين أن يكونوا شديدي الحب لله فعليهم أن يكونوا شديدي الحب لمحمد وآل محمد مع أن الأحاديث واضحة في هذا الموضوع ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهذا الخوء وهذا السستاني يريدون من الشيعة أن يأخذ دينهم من أناس لا يحبون محمدا وآل محمد شديد الحب هذا الأمر يريده الله من عامة المؤمنين من عامة الشيعة والذين آمنوا أشد حبا لله الذين سيتبعون المنهج البتري الذي هو منهج الخوء والسستاني القرآن يبين عاقبة هؤلاء نستمر في قراءة الآيات دقيق النظر معي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ماذا سيكون إذ تبرأ الذين اتبعوا سيتبرأوا منكم الخوء والسستاني مثلما سيتبرأ أبو بكر وعمار من أتباعهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كيف يتبرأون يقولون نحن ما فرضنا ديننا على أحد الناس هي التي تركض وراءنا مئات الملايين من السنة يركضون وراء أبي بكر وعمر أين هو أهو بكر وعمر من حق أبي بكر وعمر أن يتبرأ من هؤلاء متى حدثهم ومتى التقى بهم مات أبو بكر وعمر في السنوات الأولى من القرن الأول الهجري ومنذ ذلك الزمان الملايين والملايين مئات الملايين يقدسون أبا بكر وعمر سيتبرأ أبو بكر وعمر من هؤلاء إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذابة وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا لا يحق لهم أن يتبرأوا من أبي بكر وعمر لماذا هم الذين اتبعوا عدالة هذه عدالة في عالم الجنان وعدالة في عالم النيران وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ولكن هذا لن يكون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا هو المنهج البتري مثل ما قالت رواية التقليد فضلوا وأضلوهم ضلوا وأضلوهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ما الذي سيتحقق في الواقع الشيعي فيتقبله المستسلمون من شيعتنا حطها برغبة عالم واطلع منها سالم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهذا هو حال السنة مع أبي بكر وعمر مع أنهم لم يلتقوا بأبي بكر وعمر أكاذيب أكاذيب أجيال من الكذابين ومن المفترين من الصحابة والتابعين ومن الذين جاءوا من بعدهم وإلى يومنا هذا المؤسسات الدينية السنية تنتج الأكاذيب والإفتراءة والتحريف والتزوير ويضحكون على هذه المئات من الملايين على أن هذا دين محمد والحكاية هي الحكاية في أجواء السقيفة بني طوس لا زال كلامنا مع أكاذيب الخوئي والسيستاني إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه العناوين هي العناوين الاعتيادية الأهم في حياة الناس لكن الآية لا تريد أن تحصر العناوين بهذا الذي جاء مذكورا في الآية هذه أمثلة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي الذين حالهم هذا لا يكون حبهم لمحمد وآل محمد في أشد الدرجات هؤلاء فاسقون بفتوى من الله وليس من مراجع التقليد وليس من علماء الأزهري أو من علماء النجا هذه الفتوى من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين القرآن واضح واضح جدا ودقق النظر في تعابير الآية دقق النظر في تعابير الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد شأن من شؤون محمد لا قيمة للجهاد بالقياس إلى ذات محمد صلى الله عليه وآله ما قيمة الجهاد بالنسبة لمحمد إذا أردنا أن نقيسها بقيمة علي عند محمد الجهاد شأن من شؤون رسول الله وهو شأن استثنائي الجهاد ما هو بأمر مستمر في حياة رسول الله الجهاد بسبب الظروف الموضوعية يكون مشرعة يكون متحققا على أرض الواقع وإلا فإن الجهاد ليس كالصلاة التي هي مفروضة علينا في كل يوم بحسب أوقاتها وتفاصيلها الجهاد ليس كالصيام الذي يفترض علينا في كل عام وهكذا الجهاد شأن تفرضه الظروف الظروف الموضوعية فهذا شأن استثنائي الشؤون الاستثنائية أيضا لرسول الله يجب علينا أن نحبها أشد الحب لا أن نقدم عليها أي عنوان من العناوين التي ذكرت هذه القضية واضحة واضحة جدا الآية صريحة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الحديث هنا عن شؤون رسول الله الاستثنائية حتى هذه الشؤون الاستثنائية والتي في ضمنها قد نقتل لأن الذين يجاهدون قد يقتلون قد يصبحون معاقين قد يكونون أسرى ويعانون من الألم والعذاب ومع ذلك فهذه الشؤون الاستثنائية والتي قد تترتب عليها الآلام والموت يجب علينا أن نحبها أشد الحب وليس هناك من شريك لها في الحب ومع ذلك فعن أي شيء يتحدث الخوئي ويتحدث السيستاني كيف يقولون بأنه لا يشترط في مرجع التقليد الذي هو قائد وزعيم ومصدر للدين لعامة المؤمنين لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفته هذا هو منطق الشيطان هذه هي الأكاذيب التي تتحدث عنها رواية التقليد بحسب الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة فإن هؤلاء القوم فاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين لأن الذي يجيز للشيعة أن يأخذ دينهم من الفاسقين هذا فاسق بل هو من أفسق الفاسقين الله هو الذي يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين ماذا تقولون مع هذه الحقائق نذهب إلى فاصل سأقرأ سأقرأ عليكم من نهج البلاغة وأتمنى أن تعيروني مسامعكم وأن تتدبروا في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نهج البلاغة الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان هذه هي الخطبة السابعة والثمانون من خطب أمير المؤمنين بحسب التسلسل في هذه الطبعة في صفحة الثامنة والسبعين أمير المؤمنين يحدثنا عن هؤلاء البتريين عن علماء الضلال من علماء سقيفة بني ساعدة أو من علماء سقيفة بني طوسي يقول أمير المؤمنين وآخر قد تسمى عالما وليس به جعلت له الألقاب وصنعت له المقامات ودبجت له الكرامات وقيل له من أنه الأعلى وآخر قد تسمى عالما وليس به وما هو بعالم فاقتبس جهائل من جهال مثل ما يقتبس السستاني من الخوء يقتبس هذا الضلال وهذا القرآن يرفض ضلال هؤلاء وضلال الذين سبقوهم وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وآضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه هذه الفتاوى التي قرأتها عليكم في مواصفات مرجع التقليد كيف يواجهون مضامين القرآن يحرفون مضامين القرآن لأجل أن يطرحوا تلك الفتاوى قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه أنا لا أريد أن أقف طويلا لشرح وبيان هذه الكلمات وقد تحدثت عنها سابقا في برامج المختلفة قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم فحينما يساوي بين شيعة أعداء الزهراء وبين شيعة أمير المؤمنين من أنهم مسلمون على حد سواء ومن أن أعمالهم مقبولة هذا هو المصداق الواضح لهذه الكلمات يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم فالذين ينكرون الإمامة ما هم بكفار والذين ينكرون بيعة الغدير ما هم بكفار إنهم مسلمون وسيدخلون الجنة بخلاف منطق القرآن وبخلاف منطق العترة الواضح الصريح يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات دائما متوقف السيستاني السيستاني وغيره إنما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى الذي يخاف الآخرون أن يتحدث عنه هذا هو السبب لاختياري حينما أتحدث أتحدث عن السيستاني وإلا فإن الجميع في الهوى سوا يقول أقف عند الشبهات دائما السيستاني متوقف المرجع متوقف يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذه حقيقة هؤلاء المراجع ومرت علينا الآيات هناك المرجع الكلب هناك المرجع الحمار هناك المرجع الذي هو أتعس من البهائم كل هذا مر علينا وأنا أحدثكم عن آيات القرآن في شأن دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل ودين الأحبار والحاخامات يقول يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء ويستمر أمهر المؤمنين فيقول فأين تذهبون لماذا تتبعون هؤلاء فأين تذهبون وأن تؤفكون والأعلام قائمة حقائق دين العترة واضحة والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم لماذا لا تبحثون عنهم فأين تذهبون وأن تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق من هنا يؤخذ الدين لا من هؤلاء الكذابين البتريين الذين يصدرون لكم الفتاوى بخلاف منطق القرآن وبخلاف منطق العترة الطاهرة وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف تستطيعون أن تنزلوهم بأحسن منازل القرآن وأنتم لا تعرفون تفسير العترة للقرآن الذي تسمعونه من الوائل وأمثاله ومن سائر خطباء المنبار ومن المراكز القرآنية ومن برامج الفضائيات ومن تفاسير مراجع الشيعة لا علاقة له بتفسير العترة لقرآنها أمير المؤمنين يأمرنا فأنزلوهم أنزلوا العترة فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن لا يمكن أن نفعل ذلك إلا إذا طلعنا على تفسير العترة وتدبرنا في القرآن بحسب تفسيرهم إلا أن مراجعكم البتريين في النجف وكربلاء يضعفون تفسير العترة صلوات الله عليها ومر علينا مر علينا ماذا يفعلون لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفته فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وماذا بعد وردوهم ورود الهيم العطاش هكذا يريد هنا أن نحب أهل البيت إنه حب جنوني بل فوق الجنون والكلام موجه إلى عامة الشيعة فما بالكم بخاصته هؤلاء يضحكون عليكم الذين وصفهم أمير المؤمنين بأن الصورة صورة إنسان ومن أن القلب قلب حيوان فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه لو كان يعرف باب الهدى هذا الخوئي وهذا السيستاني هل يقولان من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت ما أنتم تؤسسون موضوع التقليد وفقا لمنطق عقلي كما تقولون المنطق العقلي في كل الأمم العقل العملي هل نجد في أمة اليهود مثلا أن ينصب زعماءهم وهم لا يحبون الدين اليهودية شديد الحب الشيوعيون هل يمكن أن ينصب قائدا لهم هو لا يحب الشيوعية شديد الحب يميل إلى جهة أخرى لأن الذي لا يحب العترة أشد الحب هذا يعني أن في قلبه جهات أخرى يحبها أكانت الدنيا أم كان هناك شيء آخر وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم الهيم هي الأباعر المصابة بمرض الهيم عودوا إلى كتب اللغة هي الأباعر المصابة بمرض الهيم مرض الهيم هذا ما هو إنه جنون الأباعر إنه جنون الأباعر مع مرض العطاش مع العطاش فتكون الأباعر مجنونة وتشرب 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 ولا ترتوي ولذا فحينما ترى موارد الماء ترى غديرا ترى حوضا ترى نبعا مائيا فإن الأباعر التي عبر عنها بالهيم تركض مجنونة باتجاه ذلك الماء ويقع بعضها على البعض الآخر وتشرب 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 ولا ترتوي وفوق هذا أمير المؤمنين وصف تلك الأباعرة المجنونة والتي أصيبت بمرض الهيام وهي تشرب ولا ترتوي وصفها بأنها عطاش بأنها عطشة القرآن استعمل هذا التعبير لكنه لم يصف الهيم بأنها عطشة اكتفى بذكر الهيم في سورة الواقعة في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وما بعدها ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم يشربون يشربون الحميم إنه ماء النار ماء ناري يشربون الحميم يتساقطون كالأباعر المجنونة ويشربون ولا يرتوون يشربون ماء ناريا فكيف يرتوون القرآن لم يصف الهيم بالعطاش ولكن أمير المؤمنين وصف الهيم بالعطاش القرآن اكتفى بذكر الهيم إنها الإبل المصابة بمرض الهيام جنون الأباعر مع عطش شديد وتشرب ولا ترتوي إنها الإبل الهيم هكذا قال القرآن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الآيات من سورة الواقعة أمير المؤمنين هنا يقول فأنزلوهم أنزلوا العطرة بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم لوحدها إنها إبل مجنونة بشرب الماء ومع ذلك فإن الإمام يؤكد عطشها وردوهم ورود الهيم العطاش هكذا يريد منا من عامة شيعته أن يتعاملوا مع العطرة الطاهرة وهذا هو منطق القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله أين تضعون هذا المنطق مع منطق الخوئي البتري مع منطق السيستاني البتري هذه الحقائق بين أيديكم وكذبوني كذبوني إذا كنت كاذبا أنا ما جئت بشيء من عندي أنا قرأت من كتبي الخوئي والسيستاني وهذا الكلام ليس خاصا بهما هذا كلام مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على دينهم ألا لعنة الله على مذهبهم الطوسي القذير قرأت من كتبهم وقرأت من القرآن ومن نهج البلاغة ومن الكاف الشريف هذا هو ديننا ديننا قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم إذن حينما نقرأ في رواية التقليد من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة وماذا يفعلون يضيفون يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها أين ينطبق هذا ينطبق على الخوئي وعلى السستاني وعلى سائر المراجع الذين سبقوهم على المراجع المعاصرين الآخرين وعلى الذين سيأتون يقفون في صف الانتظار ما هو موقف الشيعة؟ فيتقبله المستسلمون من شيعتنا حطها برقبة عالم واطلع منها سالم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأطلوهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهكذا يضللون الشيعة الناجون من لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام إنهم أزارائيون فقط لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة نذهب إلى فاصل لتوضيح المطلب أكثر الكتاب الذي بين يديه علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة كتاب معروف من كتبنا الأصلية الأصيلة القديمة في الجزء الأول في الباب الخامس بعد المئة حديث عن إمامنا الباقري وحديث عن إمامنا الجوادي صلوات الله عليهما بخصوص معنى الأمي من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتاب الكريم ومر هذا علينا في حلقة يوم أمس في معنى الأمي والأميين سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديثين الحديث الثاني من الباب الذي أشرت إليه سؤال يوجه إلى إمامنا الباقر صلوات الله عليه إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فماذا قال الباقر صلوات الله عليه كذبوا لعنهم الله السائل هكذا يسأل إن الناس ويقصد بالناس أتباع سقيفة بني ساعدة الذين دينهم دين الأعراب هذا منطق ثقافة العترة الطاهرة دين سقيفة بني ساعدة هو دين الأعراب الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا في الكتاب الكريم إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فقال كذبوا لعنهم الله البتريون من مراجع النجاف على هذه العقيد عودوا إلى كتب الطوسي وحتى الذين قبل الطوسي لكن مشكلتنا المركزة بدأت من زمان الطوسي من اليوم الذي أسس فيه حوزة النجاف سنة أربعمية وثمانية وأربعين الذين سبقوا الطوسي أضرارهم لم تصل إلينا وصلت إلينا مخففة الضرر الكبير جاءنا من الطوسي ومن هذه الحوزة النجافية الطوسية القذرة عودوا إلى كتب الطوسي إلى تفسيره التبيان يعتقد بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة ويعد ذلك كرامة لرسول الله وعند العلماء الذين جاءوا من بعده عودوا إلى كتب التفسير إلى التفسير المركزي لحوزة النجاف مجمع البيان للطبرسي إنه يعتقد بنفس اعتقاد الطوسي وفي الحقيقة فإن تفسيره كوبي عن تفسير الطوسي ما هو بشيء جديد عودوا إلى تفسير الطباطبائي عودوا إلى تفسير محمد الشيرازي إلى تفسير محمد حسين فضل الله إنما أشير إلى هذه الرموز لاختلاف الاتجاهات إلى تفسير محمد إجواد مغنية إلى تفسير الخوئي إلى كتب محمد باقر الصدر إلى عقائد السيستاني التي بينت في كتب أبنائه وعلى موقعه الألكتروني إلى الباقين من المراجع الجميع 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 محمد الشيرازي كل المراجع الذين ماتوا والأحياء الخوئي يعد ذلك معجزة إلهية أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتاب وأقذر الذين كتبوا في هذا الموضوع محمد باقر الصدر عودوا إلى كتبه عودوا إلى مقدمة رسالته العملية عودوا إلى كتابه المدرسة القرآنية عودوا إلى المحاضرات التي أعطاها لمحمد باقر الحكيم وألقاها في كلية أصول الدين في السبعينات والتي طبعت بعد ذلك تحت عنوان علوم القرآن لمحمد باقر الحكيم وإلى غير ذلك أقذر الذين كتبوا في هذا الموضوع محمد باقر الصدر كتبه موجودة الخوئي السيستاني وسائر المراجع كلهم يقولون بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة هذا إمامنا الباقر يقول من أن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذبوا لعنهم الله إمامنا الجواد أيضاً الحديث الأول السؤال نفسه يوجه إلى إمامنا الجواد صلوات الله عليه فيقول كذبوا عليهم لعنة الله أيضاً يسألونه من أن الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة فيقول كذبوا عليهم لعنة الله مراجع النجف وكربلاء خطباء النجف الوائل وغيره الوائل يصر إصراراً شديداً في مجالسه على أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة وسائر الخطباء الآخرين بحسب أحاديث العترة كذبوا لعنهم الله هل هذا كلامي؟ هذا كلام الباقر وكلام الجوادي صلوات الله عليهما جئت بهذا مثالاً والأحاديث كثيرة في هذا المضمون التي تكذب عقائد مراجع النجف وكربلاء وتلعنهم وتلعنهم الروايات كثيرة قد يقول قائل هذه الأحاديث مكذوبة ليست صحيحة هذا قولك أنت ولا دليل عندك بالنسبة لي أتحدث عن نفسي ولا شأن لي بالآخرين عندي خبرة طويلة واختصاص في حديث العترة أنا أقطع قطع اليقين بأن الكلمات هذه كلماتهم وسأحاسب على ذلك فماذا سيكون موقفي اتجاه هؤلاء البتريين إنني أقول مثل ما قال أئمتنا كذبوا عليهم لعنة الله هذه أحاديث أهل البيت هذا الكذب في سياق هذا الكذب الذي حدثكم عنه في كتاب الخوئي والسيستاني أنا لا أستطيع أن أتناول أكاذيبهم لأن كل الذي كتبوه وكل الذي أفتوا به وكل الذي ذكروه في تفاسيرهم وكل الذي يذكر في فضائياتهم أكاذيب إنها أكاذيب في أكاذيب إنما أضرب لكم أنثلة هذه كتبهم وهذا القرآن وهذه أحاديث العترة أنصفوا أنفسكم إلى متى تبقون حميرا تبيحون ظهوركم لهؤلاء الشياطين البتريين إلى متى نذهب إلى فاصل أراضي السلمان من تلامذة إسحاق الفياض ينقل لنا وعبر فضائية الصادق صلوات الله عليه ماذا قال إسحاق الفياض حين سأله هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية رجاء اعرض لنا الفيديو طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية فأجابني بنص الكلمة نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي طبعا هذا أنا سمعته منه مضاشرة فإذا ما بنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية إلا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام من أنت أيها المعتوه من أنت أيها القزم أخاطب إسحاق الفياض الرجل هذا ناقل للكلام لا شأن لي به أخاطب إسحاق الفياض من أنت أيها المعتوه يا أسيحيق من أنت يا أيها القزم من أنت يا اللكع حتى لم تعطي ولاية تشريعية لأبيها من هو أنت ما قيمتك أنت لو لا هؤلاء الحمير الذين يقدسونكم إنهم حمير الشيعة الطوسيين نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هذا البرنامج بث على فضائية الصادق وهي فضائية شيخية للمجموعة الشيخية فضائية الأوحد وهناك فضائية الصادق فعلى فضائية الصادق بتأريخ 19 3 2024 بث هذا البرنامج وهذا مقطع منه رجاء أعيدوا لنا بث الفيديو طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية فأجابني بنص الكلمة نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي طبعا هذا أنا سمعته منه مضاشرة فإذا ما بنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية إلا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام هذا اللكع إسحاق الفياض الذي نصبه السيستاني من أنه الأعلم من بعده هو لا يميز بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه هذا العملاق العملاق عن ابن عربي ويقرأ آية لا توجد في القرآن هو لا يعرف آيات القرآن ولا يميزها ولا يعرفها ويأتينا بنص خاطئ من الجهة اللغوية ولا وجود له في القرآن النص الذي كما يقول هو من أنه سيقرأ نصا من القرآن فيأتينا بنص هو هو خاطئ ليس صحيحا نص لا عربية صحيحة فيه ولا علاقة له بالقرآن هذا الذي لا يستطيع أن يميزه بين ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن هذا هو الأعلى المطي المطي إذا يجي واحد ويقول عن هذا المطي أعلم فهو إما أن يكون شيطانا كي يستغله كي يستغله هذا المطي وإما أن يكون مطي مثله هذا هو الذي نصبه السيستاني على أنه الأعلم سأعرض لكم الفيديو في آخر الفيديو سيأتينا بآية لا توجد في الكتاب الكريم رجاء اعرضوا لنا الفيديو وأتمنى أتمنى على المشاهدين أن يعزفوا على الكمانجة مع هذا العملاق العظيم لأن طريقة حديثه يتناسب معها أن نعزف على الكمان ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على زوء كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سيم على شبابنا وإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأن ه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس العرفان هو الأحكام الإلهية العرفان الحقيقي ومعرفة فقه آل محمد هذا هو العرفان الحقيقي ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو المعرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها هو حقيقة التقوية الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد غسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتنام عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوية العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع السطن عن الحقائق كما هو المستلحهم بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاب النص قوله تعالى يلا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله أولاً أولاً هل فهمتم شيئاً من هذا الضراطي المرجعي البتري الحوزوي هل فهمتم شيئاً وثانياً هل هناك آية في القرآن هكذا تقول لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله هذا النص من الجهة العربية ليس قويماً وليس مستقيماً الآية هي هذه الآية ما جاء في سورة الجن إنها الآية السادسة والعشرون بعد البسملة وما جاء في سياقها من الآية التي بعدها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذه هي الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أما هذا النص وهو يقول وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله هذا هذا الكلام حتى إذا أردنا أن ننظر إليه في المستوى العادي من الكلام ليس صحيحا من الجهة اللغوية العربية من الجهة الأدبية هذا الذي لا يميز بين ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن هو هذا الأعلى قلت لكم قبل شوي اللي يجيب المطي ويقول عنه هذا أعلى لهو مطي مثل له شيطان شيطان يريد أن ينتفع من هذا المطي الذي قال عنه الأعلى ولا يوجد احتمال ثالث هذا الكلام رفع رفع على اليوتيوب بتأريخ خمسة وعشرين اهدعش الفين ودعش قطعا سيكون قد تكلم به قبل هذا التأريخ لكنه رفع على اليوتيوب بتأريخ خمسة وعشرين اهدعش الفين ودعش عنده محاضرة كما هم كتبوا محاضرة توجيهية قيمة إلى آخره هذه ألقاها على طلبة البحث العالي لحوزة النجف الأشرف بتأريخ سبعة وعشرين ستة الفين واثنعش الفيديو المتقدم بتأريخ خمسة وعشرين اهدعش الفين ودعش هذه المحاضرة التي ألقاها على طلبة البحث العالي على طلبة البحث النعالي وليس البحث العالي بتأريخ سبعة وعشرين ستة الفين واثنعش ذكر ذكر الآية نفسها بنفس ما قرأها في هذا الفيديو حتى تعلموا بأن القضية ليست سبقاً لسانية هو هكذا يعرف القرآن بهذه الطريقة فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله الكلام هو الكلام الفيديو السابق خمسة وعشرين اهدعش الفين واهدعش والتسجيل الصوتي الثاني سبعة وعشرين ستة الفين واثنعش وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية رجاء اعرض لنا الوثيقة التي أشرت إليها فإن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع السطار عن الباقي وعلم الغيب فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن وإن الله تعالى قد نست في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزع من رسوله فإن كل من يدعي ذلك الغيب فهو كاذب هو يقول متحدثا عن العرفانيين ومن أنهم يكذبون القرآن لا شأن لنا الآن بالعرفانيين لكنك يا إسحاق أنت تكذب على القرآن فأنت هكذا تقول فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله في أي مكان هذا في القرآن هل في قرآن آخر في أي مكان ثم هذا الكلام ليس قويما من الجهة الأدبية العربية فيديو قصير وأختم الحديث كي أكمل لكم الموضوع في حلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى يجونك المعممين لك لا وتشيه ويضحكون عليك يا شيعي يا ديخي أنت لست بشيعي للعترة الطاهرة أنت شيعي لهؤلاء الشياطين البتريين رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وكيل السستاني في الكاظمية معتمد السستاني في الكاظمية أحسين آل ياسي الآن أخلي عملي أقلادة برقبة المختص خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم خوشي علمونكم خلي عملك أقلادة برقبة المختص هذا هو معنى التقليد في جهة من جهاتي يعني نخلي ديننا وأعمالنا أبو رقبة هالمطاية شو تقولون انتم ذولا يضحكون عليكم ضحكون عليكم مجاميع من الكلاوشية واللوقية يضحكون عليكم أعرف الحقيقة أما أنا لكم أن تعرفوا الحقيقة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الكلام على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن ونفتخر بذلك نتمنى أن نكون زهرائيين نحن ندعي هذا ادعاء زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي طوسيون هم هم أتحدث عن هؤلاء الكذابين وأضرابهم طوسيون هم هم بتريون هم هم والهوى والهوى بتريون أعتقد أن الحقائق صارت واضحة لذي عيني أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله